مش من اللعبة الشرسة أو في الضغط فالمنطقة اللي هي قدام منطقة الجزاء ما بتبقاش محمية أوي لا في الكرات السابتة ولا في اللعب المفتوح على فكرة هي منطقة من أكتر منطقة اللي بتدرب بها بيرامدز تعال أوريك في المباراة الأهلي اللي احنا استعاننا بها كمرجعية الأهلي كان فيه مرتين الركنياب بتتلعب للاعب فاضي تماما وعلى فكرة الزمالك عمل الجملة دي ضد ضد البوليس الكيني بس الجملة دي في بيرامدز أنا عايز أقول لك أنها مش يعني اتعاملت في المباراة مرتين بدون أي انتباه من بيرامدز هنا بص بص هنا اللعب بيستلم لوحده إزاي يعني هو سددها بره بس سواء سدد بكل الروح وسدد مرتاح أه بزرار وتقرب في شوت التاني برضو هنا المنطقة دي اتعامل منها هجمة غض النظر طبعا أن حسين الشحات ما استخدمهاش بس المنطقة اللي حدود حدود المنطقة بيتمش استخدم حمايتها بشكل كبير في مطش الجيش الرواندي بص المنطقة دي في حتة كده في لعبة بيرامدز بلاتي توري مش شارس قوي ومش من اللعبة اللي عندها الوعي بغلق الحتة دي قوي بلاتي توري مستبولكورة فالحتة دي في بيرامدز مش بحمية فريرة استخدمها في موسم 22-23 وده كان آخر فوز من الفرقين بعدها خمس تعادلات على فكرة بغض النظر ضربات ترجيح ما راحت لبرامدز ما راحت للزمالك لكن كان الزمالك سجل بالطريقة دي كورنر وتلعب لمصطفة شالبي ويسدده أنا عايز أقولي أن المنطقة دي في بيرامدز مع شوية حرص المرمى في التزديدات ما بتبقاش أفضل شيء المنطقة دي من ضمن المشاكل في بيرامدز ولنفتكر أن نجون مجد قفشة جي من نفس المنطقة دي في لقاء الأهلي لخلص ثلاثة اتنين فالمنطقة دي مش محمية بشكل كويس في بيرامدز